السلام عليكم احتراب كاتو اليوم من جديد بلاك سندس رح نعطيكم شرون تسالحون ساين ان ستريت دخول واجهة جميلة خطوة بخطوة أول خطوة نشيل هذا الشي اللي هو الهلا وورد ثاني حاجة خلنا نتعرف على الأشياء الموجودة عندنا هنا هدول الأشياء الفريم الأشياء اللي هنا هي أشياء يعني طريقة تقسيم الصفحة خلنا نقول هل هي هتكون فقط فريم هل هتكون طريقة اللينيار اللي هي التويتر التايم لاين وهكذا بس اليوم احنا رح نتعامل مع الريلوتيف اللي هي التبادي يعني اللي تكون متبدلة أو شذكي عاد ترجمة عبرونا المهم أول حاجة نبغا في المشروع هذا نسوي أول شيء نسوي نسوي أول شيء صين صين كيف رح نسوي صين صين ان رح نقول أنه دخل اسم المستخدم مثلا والكلمة المرور خلنا شوف أول حاجة نبغى تكست مثلا هنا يقول مرحبا حاليا الآن في الاندرويد في كل مراحل اللي انت تحط فيها تكست معين أو شيء لازم تحطيه ID للتكست هذا ليه؟ يفيدنا كثير في الترجمة إذا احنا نبغى نترجم لغتين سواء من عربي إلى الإنجليزي ولا من الإنجليزي إلى عربي فالأفضل كثير انك تحط كل شيء له ID مثلا هنا هنا تحط التكست اللي نبغى تقدر تحطه من هنا من التكست هذا وتكتب مثلا بالعربي نقول نكتب مرحبا بالعربي ونقدر نكتب طرعه بالإنجليزي بس الID بالعادة يكون فقط إنجليزي مثلا هنا أول أو خلاص هنا اسم أو الID اللي حنا حطيناه هذا طبعا حينه صار إيش مرحبا خلاص هذه مرحبا حقتنا نقدر نكبرها ونصغرها ونعلم كبك بدأنا هنا مرحبا مثلا نقول نبغى إيش اسم اسم المشتخدم ولكن لا تدخل اسم المشتخدم فنضع هنا نضع جميع لأنه عرض يحب نتفقنا مثلا اسم فيه مكان ثاني غير انك تضغط هذا مرتين اللي تكتب اسم المشتخدم مثلا زي ما بداي في أول واحدة اللي هنا مرحبا عملناها بالنفسه أيضا هنا نلقى من هنا من الجهة هذه نلاقي نلاقي حاجة اللي هي تكست هنا لارج تكست هنا نغير التكست مثلا نحن نبغى اسم المشتخدم فنحط اسم المشتخدم ونقدر برضو نغير ال 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 من هنا وهذا هنا نحن نضع تكست فيو تقدر تحطها أي حاجة مثلا يوزر اي دي بالأفضل يكون شي مرحوم عشان بعدين رح تستخدم خاصة زي ما قلنا لما تتجي الت يعني ترجم من هالاشياء هنا اسم المستخدم رحط لنا بقسطين رأيستين هذي اسم المستخدم ونحط بعدين طبعا حيكون محتاج محتاج تكست فيل انو يكتب ان تكست فيل هنا نرقى انو هل تبغاه ترسل نيم ولا بلان تكست ولا باسورد ولا باسورد بس يكون ارقام وعلى اساسه طبعا ايميل فون بوستر ايميل هذي ليش لانو يعملك لمثلا لو باسورد يعملك اخفاء لو انت قالت هذا الباسورد ابغاه فقط ان يكون ارقام رح يتكون المدخل فقط ارقام و هكذا يعني يكون مشروط لما لما person يحطه خلنحط plan text مثلا بحطه هنا تحت الاسم مشتخدم بحط طريقه هنا رح ايش رح يكون انه يحط اه المشتخدم الاسم حقيه اسم المستخدم اه بالشكل هذا الان اه رح نحط مثلا اذا ما نبغى نسوي هنت معينة انو ترى اسم المستخدم اه مثل كذا او ادخل مثلا كذا الهنت اللي هي التلميحات فاحنا رح نلقاه هنا عند البروبراتيز عند الخصائص اه رح تلاقون حاجة اللي هي اه تكست هنت طبعا تضغطون على ال نفس التكست فيلد و رح يطلع لكم من هنا اللي هي الهنت تحطون الهنت اللي انت تبغونها او التلميحة اللي انت تبغونها مثلا تقدر تقولون ادخل اه ادخل اسم المشتخدم هنا او تحط اسم المشتخدم مثلا فالد فهد وهكذا اه اه نجي حين المرحلة الثانية اللي هي ايش اللي هي اه اه باسورد او نحط طبعا مرة ثانية درجة تكست نحطه هنا مثلا فنحطه هنا ونحط كلمة المرور نحط بردو اه الوجد حقتها طبعا احنا كلمة التكست الفيلد حقها حيكون ايش لان احنا بكلمة المرور حيكون باسورد فعندنا حالتين ما نحطها باسورد فقط من نيوماريك ولا باسورد فقط بحال ان نبغاها نيوماريك فمعناتها ما رح يكون الباسورد الا فقط ايش ارقام ما رح تكون الا ارقام مثلا خنحطها نيوماريك عشان نشوف لما نسوي الران كيف هيكون نحط طبعا دائما لازم ايش لازم ايش لازم سبمت اللي هو button اللي هو اللي نضغط فيه هنا ضاهر ايوه تقدرون تحطون image button ولا button العادي هنا في انواع small radio button small button طبعا نبغا button عادي اللي هو ايش 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 تسجيل الدخول تسجيل الدخول هذا فقط فيه هذا التوتوريال التوتوريال الثاني ان شاء الله راح ايش راح نتعلم كيف نصلح الديزاين نغير الخط نغير الخلفية نحط صورة مثلا ايش ويكون اليوزر انترفيس اكثر فرندلي هنحط الان نسويران نطلع ال ال emulator من ان نصويران هنا سوفر عشو دين اتقم طبعا هذه نفس نلف اسم مستخدم تدخل في اي اسم مستخدم بشكل هذا و كلمة المرور فقط لو تلاحظون انها ارقام لانه احنا حددنا انها فقط نيماريك و دوت هذه لانها كلمة المرور فعشان تحميها وهنا تسجيل الدخول و كذا لقد خلصنا الصين ان الابتكيشن و راح نكمل بالتوطول الثاني طبعا باقي الديزاين و هذه الاشياء شكرا